ينضم إلينا عبر الهاتف السيد بابكر الزيباري مستشار رئيس إقليمي كردستان الأمني أهلا بك يا سيد بابكر في حصاد التغيير الإخباري أبدأ أولا من إجراءات إقليم كردستان فيما يتعلق بالحيطة والحذر المرتبطة بهروب الدواعش من سجن الحسكة السوري ماذا فعلتم؟ ما هي إجراءاتكم؟ ما هي مخاوفكم أيضا؟ الإرهابي داعش خطر على الإراق وعلى الأقليم وعلى الدول الأقليمية وعلى العالم أجمع كل منطقة بحاجة خلصياته مع تواجد هؤلاء الإرهابيين الأقليم كردستان عنده خط دفاعي من حدود سوريا إلى حدود ميان هذا الخط متماسك ومتسلسل يصعب العبور من هذا الخط ربما يجون مفارز من بعيد القناصة أو مفارزة تضرب ربية أو تزرع اللغم ولكن بشكل اختحام والعبور من خط هذا فالشيء مستحيل أكثر أقول وما يستفادون من هذا العمليات كثيرا يعني إذا حتى يدخلون قسم المدخل الأقليم معتهم قائدة لإيواهم لاستقبالهم لمساعدتهم فلذلك أتصور الخطر على أقليم كونسان أخل مما هو موجود في مناطق أخرى وبالأخص في مناطق اللي نسمي مناطق سنية لوجود بعض الناس اللي اتضرروا أو اللي شعروا أنهم مغبونين انضموا إلى دواعش ويأونهم ويمدون بمعلومات نعم أوجد تحية ثانية بك سيد بابكر يعني ثلاثة ألاف من أصل خمسة ألاف معتقل في سجن الحسكة هم من أصول عراقية أو عراقيون وفي تصريح لك بالأمس قلت حضرتك من الخطأ أن يجمع آلاف الدواعش بسجن واحد وهروب هؤلاء ما هو إلا تهديد يهدد المنطقة برماتها على كل هل هناك مشتبه دولي لربما له ضلوع في هذه الحادثة لا أثبت أبدا لأن عدم قبول أولئك الدول لإعادة الناس اللي ينظموا إلى الدواعش وهم أسر في سوريا إلى بلدانهم حتى الإراقيين حتى سوريا ما حد استقبل إرهابيهم إلى مدن تظلوا هناك وإمكانات الموجودة في شماشات وفي كونستان غربية يعني قليلة جداً إمكانيات عسكرية لوجستية إدارية ما تستوى إدارة خمسة طالعات إرهابي في مكان واحد يعني هذا أكبر خطأ يعني المفروض حتى التحول هو ما تقبل طيب سيد بابكر يعني أنت قلت الخطر على أقليم كردستان أقل هذا يعني أن هناك خطر على أقليم كردستان ولكن نسبته أين تكمن المناطق الرخوة والتي يمكن أن تتعرض الخطر في أقليم كردستان هجموا على بعض مناطق على بعض الرباريات انطينا شهدات ولكن بادرنا بشكل جيد إلى تعديل تلك المناطق وسد الثغرات وزيادة عناصر أخرى إلى الخطر حجم التنسيق بينكم قوات بيشمرقة وبين الجيش العراقي سيد بابكر والله ضعيف يعني حاولنا بجد منذ أربع خمس أشهر تشكيل لوائي مشتركة لتغطية المناطق النهاية السائبة مثل ما يقولون المناطق الفارغة بين خط الدفاع الإشمالية والقوات العراقية بالأخص منطقة جبل قرشوق جبل كبير وطويل وعاصي جدا وجبل الحميرين كذلك نعم ولكن لها حد الآن ما وافقوا على التشكيل لحجة ميزانية وإذا قرر ميزانية بذلك فدخلوا تدريب كملوا إجراءات طيب سيد الكرم إذا ما أردنا الحديث بشكل مفصل أكثر عن أمن الحدود مع سوريا في الوقت الرهن برأيك هل ما زالت الحواظن في مناطق إقليم كردستان تحديدا المناطق الرخوة أمنية للداعش صالحة للاستخدام ولربما سيلجأ إليها داعش أم أن داعش استخدم خطة جديدة ولن يعود إلى الحواظن السابقة على اعتبار أن القوات الأمنية والبيشمرغة تكشفتها هم أخطأوا بخطأ كبير عندما أحتلوا مدن في وقته في 2017 أصبحوا لقمة سائغة أمام قوات التعالف الجوية والعسكرية والإستخبارية يعني أعطوا تضحيات جسام جدا تحولوا إلى حرب عصابات هذه الحرب يدوق أكبر الدولة في العالم يعني لأن أربع خمس مفارس كافي إلى إشغال فرقة فرقتين في المنطقة لأن موجودين في كل مكان ومؤمرئين يعني معاربة أجبع تقريبا نعم فلذلك إذا تشوف الحدث في إثنان مع أمريكا في أفوانسان مع روسيا أفغانسان مع أمريكا تحولوا مثل إيران يعني المثال طب سيد بابكر جدا جدا حطرة السؤال الأخير سيد بابكر يعني قبل أيام كانت هناك مزرة في منطقة حاوي العظيم أنت كنت في فترة من الفترة رئيسا لأركان الجيش العراقي يعني هذه الخروقات التي تحصل في داخل المناطق يسيطر عليها الجيش العراقي إلى ماذا تعزوها؟ ما هو سببها؟ والله أنا لا أريد أن أقول أنا بتصوري كن إيمان يعني إيمان في الداخل ربية يعني لأن لكون هناك حرار زيني وإذا أتهم نواضي ليلية وشعائية ما ممكن أن يتخرب منها إرهوم وماذا عن الجانب الاستخباراتي سيد بابكر؟ نعم الجانب الاستخباراتي هل هو يعني جيد يرتقي لحجم التحدي أم لا؟ لا والله ضعيفين من ناحية الاستخباراتية ضعيفين لأن أنا أقول لك شيء واحد قبل كان فوق تسعين بالمئة إرهابيين أجانب هل ساتب بالمئة واحد مؤشرين كلهم إراقيين بالنهار في أصغارهم عمالهم وبالليل إرهابيين دواج فهذا خطر ما يحدث من هو الداعشي أين هو وين هو وهذا مشكلة كبيرة كلش فالاستخبارات يجب أن يكون طعال أكثر نعم أنا أشكر جزيلا شكرا سيد بابكر زيباري مستشار رئيس قريم كردستان للشؤون الأمنية كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا شكرا جزيلا